في مشكلتنا الحقيقية قلناها ونفضل نقولها كفاية استيراد استيراد واحد وتمانين مليار دولار وتصدر بتلاتين يبقى عندي خمسين عجز منفعش كل شوية طول الوقت انا عايز اصنع انتج اشتغل عايز اصدر ده الدولار وده ما يبقاش عندي كل شوية يقول لك الجنين مصري الجنين مصري اه والجنين مصري لو ما عملناش هيطلع اكتر من كده ومين هيصدر عالجنين مصري صدر على ازاي واحنا عدينا مشاكل طول ما انت بتضغط وطول ما انت عمال هاتوا استوردوا فين فلوس هتعمل ايه في الجنين ده انت مسيك الجنين 2016 قاعد سابت من 2016 النهاردة الجنيه بيطلع وهيفضل كده ما انت عندك مشاكل كبيرة جدا لازم نواجه يا جماعة اللي احنا فيه هو محافظة بنك المركزي هيوقف كده مسك الجنيه العرض والطلب حدش يقدر يصدر على عملة وسعرها العرض والطلب لازم انتوا بعارف كده واحنا كلنا بعارفين كده عندك بارح البنك المركزي تحوليات المصرين 11 مليار دولار 11 29 ازي 29 مليار دولار في 11 شهر تحوليات المصرين برا ده رقم كبير ما كانش بيبقى الكلام ده بحنا عندنا اطبع وبعدين نبقى واضحين فانت النهاردة بتكلم سيادة الرئيس الابتماعاته النهاردة وانبارح واول واللي هيبقى بكرة واللي بعده الشهر جاي واللي من سنة من اثنين واربع الانتاج الصناعة الصناعة كفاية تجميع عايز تصنيع كفاية تجميع عايز تصنيع حال البلد التصنيع انت النهاردة عايز تعمل ايه حضرتك الرئيس قال لهم يا جماعة المكون المصري الريف المصري النهاردة اكبر مشروع بيتم في البلد سبعمائة مليار جنيه عايز بدلا ما احنا الخمسة وتلاتين في المية الحاجات بتاعته من بره انا عايزها من جوه يبقى مكون المصري المنتج المصري يبقى انا هنا كفاية ضغطة على العملة الصعبة كفاية ضغط كفاية الصراط كفاية اشتغل صنعوا كفاية اجميع ما انت تقول لي انا عايز سبعة عشرين مليار دولار اجيب بيها خمات واحدين التفضيل الان المنتج المصري وزير مالية النهاردة فيه توجيهات رئاسية قالك ان احنا دكتور محمد معيط قالك تفضيل المنتج المصري وانزاد سيرو على الاجنبي في حدود خمساشر في المية يعني حتى المنتج المصري لو غالي بنسبة خمساشر في المية هنفضله هناخده يبقى انت عايز نسبة المكون الصناعي على المصري النهاردة لا تقل عن أربعين في المية من في عقود المقاولات الأعمال عايزين مصر انتج اشتغل صنع ده الحل ليك ايه الحل عشان ايه يبقى عندك مش كل شوية الحقني يا بنكي مركزي بنكي المركزي يعمل لك ايه يلحقك بايه هيطبع لك يا ملك هو امريكا ما لازم نرجع نفسنا ونرجع أفكارنا ونصلح الموضوع ما يبقاش انه ولازم نقدم معلمات صحة للناس بنكي المركزي ما زلحقني اه وبعدين الحقك بايه ما يطلعش الجنيه اللي هو الزيع هو انا هو انا مسك مفتاح ولا المحافظ ولا حد مسك مفتاح